ووردتين في الجنائن ووردتين على الرأس يا ربي يحميك يا حلب من عيون النار للطربي والقدود والغناء في حلب ركنها الخاصة وفي خطوة سعت من خلالها نقابة الفنانين في حلب إلى رعاية المواهب الغنائية أطلقت برنامج نجم حلب وهو البرنامج الأول في المدينة لاكتشاف المواهب الغنائية الأفضل وذلك في مؤتمر صحفي أقيم في فندق الشهباء بحلب أهميت هذا البرنامج أنه ليس نجم نحن نجم من حلب بسنا ما نستعر حاليا نحن نعطيه مفاتيح ليفتح بواب النجومية نحن ندله على الطريق أنا أفكر كيف يصبح نجم أو كيف يصبح مطلب كبير بس ما أعرف ضايع متخبط أنا جبته على دورات أعب أعلمه رح أطلعه على المسرح ألا أعلمه شرون بيخطي خطوات النجومية ولكن نحن نعطيه أول درجة نحن نطلعه على أول درجة باقي الدرج رح يكون هو يشغل فيه يدعمنا ويدعم الشباب الطيبة ودعم الأعلام الموهبة عم يخافي أقدم نفسه للأعلام لأنه عم يقول أنا لم يريد أقدم نفسه لأنه ما في عندنا برامج نحن ممكن ينظلم إذا كان ما بحث هو لازم يبحث مثلا الأستاذ عبد الحليم أقدمه زدتها البادرة هاي لبينما مشان حتى تطلع يعني زدتها بالشيطة مشان تطلع بالربيع مني حد الكلام هو لازم يتابع لازم يدور على الملحين يدور على المؤلف ويدور على الطريق ويسأل وين المكان أنا بديروح مشان إنجاحه الهدف من مدينة حلب هو يدعم جيل الشباب الموجود العشر سنوات الحرب اللي عاشتها سوريا كتير في جيل الشباب الجدد انظلموا بهذا الموضوع فكرنا نحن فكرة البرنامج أنه نعمل شيء قريب للبرامج العربية اللي عم بتصير نقدم فرصة لهذا الجيل من مدينة حلب ينطلق لإيصال صوتهم ضمن المحافظات لإيصال نجم سوري حلبي بامتياز أهمية البرنامج هي صبر أصوات حلب سويا مثل عملية صبر ل 168 متسابق طبعا اخترنا منهم الـ 22 شاب اللي بقيوا معنا طبعا السبر مو كامل في ناس صلى خبر في ناس ما صلى خبر نحن كان أعلاننا عن طريق الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بالضبط ممكن بالمرحلة التانية إن شاء الله أو الموسم التاني بنحسن بنقول المستقطع بأعداد أكبر بننتقي أصوات أحلى دورات تثقيفية لمدة شهر كامل تتضمن محاضرات من مختصين تزيد من ثقافة المواهب المشاركة في كافية الغناء وسقل الصوت والوقوف على المسرح لتنطلق فيما بعد عروض غنائية للمواهب المشاركة يختار من خلالها الجمهور الصوت الذي سيكون نجم حلب